قيا نتكلم عن الفرق اللي بدأت وتستعد ليه الموسم الجديد اللي حينطلق خلال مفروض شهر تقريبا من الفرق اللي بدأت بالفعل معسكراتها كمان عندك أرسنل وشفنا النيني طبعا هو مشاير السورة ليه وهو في الطيارة متوجه ليه ألمانيا علشان ده مقر المعسكر وبرضو عشان ما ننساش عايزين نقول لنيني كل سنة هو طيب كان عند ميلاده بالأمس محمد صلاح كمان كان انتظم فيه تدريبات ليفر بول بالأمس بعد ما أما الأجازة بتاعته خلصت اللي الناس كلها كانت بصلوا فيها بصراحة مش ممكن يعني وبستعدوا طبعا ليه وديات هتقام من 19 و24 و30 يونيو و2 و7 كمان أغسطس فبالتوفيق عايزين نشوف برضو يعني دوريات أوروبية أكيد كالعادة ممتعة وتوفيق تحديدا للنيني ومحمد صلاح طبعا اللي مشرفيننا خلينا نقولها بهذا الشكل طبعا مشرفيننا في الخارج وحعلق سريعا برضو على الموضوع الأجازة بتاعة محمد صلاح لو تسمحوا لي لأن بجد كم الانتقادات اللي كانت وجهت لي ويمكنك ألا وانتكلمنا سريعا في الموضوع ده بس الموضوع كان غريب عارف لما يبقى فيه ظاهرة غريبة شوية لازم تقف عندها وحتى لو أكتر من مرة أنا مش عارفة ليه بقيت الناس يعني مش قادرة تقتنع أن الـ public figures أو الناس المعروفة أو الأبطال الرياضيين دول بشر على فكرة من حق أن هو يصيف ينبسط يخرج يعني هو مش معنى أن هو آيكن معينة أن هو حياته مفروض تبقى متدريب للبيت يعني اللي بينتقد أصلا هو حياته مش كده فيعني أتمنى بس يكون فيه نبرة مختلفة أن في الأول وفي الآخر التعليقات السلبية دي يا كريم ممكن تكون بتوصل برضو للناس يعني مش بتعدي كده وخلاص نتمنى واضح أن هي ضريبة لازم مضطرة يتفحى محمد صلاح نتيجة أو في المقابل النجومية المفرطة وفي المقابل فكرة أنه محطة أنظار محبي كرة القدم على مستوى العالم يمكن اللي ساعة في أن النوع ده من الصور أو الفيديوهات تنتشر أكتر من غيرها هو أنه ساعة يعني بيمكنه ناس بيطلعوا يعني على مظاهر اليومين ثلاثة اللي فاته وطبعا لازم ناخد في الاعتبار أن محمد صلاح من زمان قوي في صورة ذهنية مرسومة عنه ومرسومانه في عقول العرب المحبين ليه وكمان الأجانب يعني فكرة الالتزام وفكرة أنه ما يظهرش قوي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فما يظهر له فيديو من النوع اللي شفناه واللي انتشر انتشار النار في الهاشيم من كام يوم اللي فاته الناس كتير علاقة تقول لك غريبة مش أبو صلاح اللي موجود في الأجوان ليه يعني يعني إعلقت الالتزام أن أنا أستمتع بحياتي عشان عشان دي النوتة كنت أقول لك عليه بقى من شوية اللي هو فكرة إيه أنه كان فيه صورة ذهنية معينة مرسومة له فلو فيه صورة فوتوغرافية أو فيديو يغيرو لك الصورة الذهنية دي ففيه ناس كتير بس هو عملش حاجة عشان يغير في الصورة الذهنية أصلا يعني هو بيمارس حقه الطبيعي أن الراجل بعد انتهاء الموسم عايز يصيف وعايز يخرج وعايز يتفسح مع أصدقائه وعايز يرجع وهو شاحن يعني عزمته زي ما بتقال وقعد شاحن نفسه عشان يقدم موسم جديد قوي مع فريقه فبنتمنى له السعادة بقدر ما هو بيسعدنا الحقيقة